السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوقت هنشوف مع بعض بنائج بارك كاد تمام ولو لاحظت وجيت هنا وقلت له هتلاقي ان انا بسطب بارك كاد دي المايكرو ستيشن والاوبرود والاوتوكاد والسيفل سري دي فكل واحد من دول بنائج انا بسطب جواه البارك كاد خلينا مثلا نشغل هو ريفت اوتوكاد 22 22 وممكن نشرح على بعض البرامج الفكرة كلها في ايه ان انت عايز صمم مكان العربات تتركن فيه فهو بيديك ادوات كثيرة انا بعتبر ان هو بش برنامج انه ادنس جوا الرفت طبعا بيقولي النسخة اللي انت منزلها ديمو نسخة تجربية اغلب الامر هتشغل بس في بعض الاوامر مش هتبقى متاحة فهنبص هنلاقي ان هو موجود الاتوكاد كله اللي زاد حاجة اسمها اوتو تير دي انا ستبطها بنفصل على بارك كاد بس هما الاثنين تبع نفس الشركة طيب اول حاجة اعملها ان انا هدخل على program setting واشوف الاعدادات بتاعة البرنامج نسخة البرنامج اجل ما تشعب بيقولي الونت بتاعتك ايه هنلاقي هنا الجنرال هنشغل على current layer او تحدد layer معين انت عايزها boundary layer اللي تختار بقى الالوان كل اللي انت عايزها دي او الانت عايزها وكذا ال lines بعد كده هندخل بقى على design parameters هنلاقي هنا مثلا blocking standard current فتدر بقى تختار اللي انت عايزه دي الستاندارات اللي موجودة ولو في island island ال radius دي ايه وال minimum دي ايه وحاجات دي كلها ولو في mid island sell number وكذا هستعمل معهم ازاي design manager ده available design وكتعمل design one ودهين 2 خلينا نبدأ نرسم باركينج هقول له رو فروم بوينت فهدي له اول نقطة وثان نقطة هو يبدأ يرسم الباركينج بالخصاص الموجودة هنا المسافات الديئة الأكبر حاجات الديئة وهكذا فأقول له مثلا باركينج اهو واخد بالك انه هو ايه بيرسم على المسافة اللي انا مدهله ممكن بقى تقول له ايه انا عايز اطلع مثلا فو شوية ننزل تحت شوية بالشكل دوت كده انت بتدي له اول نقطة وثان نقطة وهو باب يتولى انه يرسم لك كل الحائط اللي في النص وفي المكان اللي في النص مش تقدر تعمل فيه باركينج فهو ايه بيسافاته له بالشكل دوت باب يتولى انه باي المنت يعني انه يكون عندها سامبول لين خلنا نكتبها بالانجليزي بي ايل اهو 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 بشكل دوت فاقول له row from elements وبيبدأ بيديني بقى الخصائص اللي انت عايزه بحيث لو انت عايز تغير الخصائص وتروح محدد بقى العنصر اللي انت عايزه تختاره وبيقولك تخلي من شمال فوق تحت من ناحيتين زي ما انت عايز من نص زي ما انت عايز تخيل عملك البركينج ده كله ده لو انت تعمله منوال هياخذ منك وقت كتير طيب لو انا عايز اضيف التركيم ممكن اقول له انا عايز اعمل numbering وانجي هوت بيقول لي بقى عايز تبدأ اترقم ازاي اهو هتلاقي ضاف لك التركيم مهوت اهو من واحد اهوت لحد 37 طيب عايز اضيف علامة ان هنا دي الزو الهمم ده اختارها وراح يقول له مثلا عايز ديت ودي 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 فاذفهم لي بشكل دوت